العام الثاني بعد ثورة تونس جراح عائلات المصابين لم تندم البعد سنتان لم تكفي لتلبية مطالب عائلات الضحايا بل إن ملفهم لم يفتح بعد في بعض المناطق في منطقة الحامة بالجنوب التونسي ما زال عائلات خالد بوزيان ونوفل الغماغي ومحمد الزمزمي وعون الأمن أنيس العدواني في انتظار تحقيق مطالبهم نحن الطلب الرئيسي هو القصاص من قتلة الشهداء لماذا؟ لأنه لنشوفه فيه أن هؤلاء القتلى ما زالوا مطلوقي الجناح وما يبراج الزرح ولو كان يعطوني مليار عشرات المليارات فبلاست ولدي من أقبل هاشره أنا كيحكم على القاتل وقتها نبدأ نبراء عدم الإجابة عن تساؤلات عائلات الضحايا ولد احتقانا شعبيا خاصة وأن من القتلة من لا يزال يمارس مهامه في الأمن التونسي وبحرقة وألم يتحدث ذو الضحايا وكان سبق لسلطات التونسية أن قدمت قبل أكثر من سنة حوالي عشرة ألاف يورو لكل عائلة قتيل وألفاً وخمسمائة يورو لكل جريحة فضلاً عن القيام بعدد من الإجراءات لفائدة عائلة الضحايا المطالب هذه هي مشروعة وهي في طور الإنجاز نزالوا بعض الجرحة في فترة في حالة علاج كذلك عندنا بدينا في تفعيل مرسوم التشغيل تظاهرات عديدة تقام في مختلف المناطق التونسية بمناسبة مرور عامين على الثورة التي بدأت في السابع عشر من ديسمبر 2010 والتي سقط خلالها حسب إحصاء للأمم المتحدة ثلاثمائة قتيل وسبعمائة جريحة ولا يزال هذا الملف مؤرقاً للحكومة التونسية ولعائلات الضحايا الذين لم يتلقوا إلى الآن الإجابة الشافية عن السؤال من القاتل؟